نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس والاكتفاء بالعمل بنظام تطوع فقط وأكدت وزارة تربية وتعليم التي نفت أشائع أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس أو الاكتفاء بالعمل بنظام تطوع وشددت الوزارة على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير وذلك طبقا للشروط الواردة بالكتاب الدوري الرقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر من عام 2021 كما يجري الإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات بإجمالية 150 ألف معلم جديد وذلك تلبية لاحتيادات تطوير التعليم على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر